مساء الخير ونديم قدم السرايا لنا لكن الإشكالية الوحيدة أن من حاول اقتحام البيت الحكومي لا يتقن فدن المعركة فضاع زعيق النديم هباء ونديم الحريري والسنيورة على دعوة وجاه مراهق صحفي وكاد الولد أن يخرب البلد الأبرز في مشهد الاقتحام أن المندفعين باتجاه السرايا نسوا دفن اللواء الشهيد ورفعوا لواء دفن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فزحف شباب القوات والكتائب والأحرار يعاونهم شباب المستقبل إلى الدار الحكومية وانتشرت القمصان الزرق على أبواب السراي تحاول دخولها بتردد فاشتبكت مع القوى الأمنية المولجة حماية المكان وعلى صراخ التراجع من الرئيس فؤاد السنيورة ثم الرئيس سعد الحريري لسيما بعد أن تقدمت روح الطائفة على المشهد العام وعز على السنة أن يروا موقع رئاسة الحكومة يتعرض للإهانة على أيدي أحزاب وتيارات صديقة وبعد التشاور سحبت القوات فهودها وأعلنت الكتائب إعادة انتشارها ولم يبقى سوى الأحرار حيث بدأت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن اتصالاتها مع دوري شمعون لإقناعه بالتراجع وسحب العلم الوحيد الذي كان مرفوعا على خيمة زرقاء وسط هذه القرقعة أمام السراي كانت قوى الرابع عشر من آذار تغرق في النسيان الشهيد وبأنها تركته وحيدا هناك وبدأت معركة ما بعد وسام الحسن قبل أن تجفف دموع غيابه ساعات عصيبة خسرت فيها قوى الرابع عشر من آذار الشارع ولم تربح في السراي وإذا كان نجيب ميقاتي يفكر في الاستقالة فإنه على الأغلب سينأى بنفسه عن هذا القرار وسيعيد مراجعة أفكاره سياسيا وروحيا بعدما عزم على تأدية فارضة الحج في الأيام المقبلة شاكيا أمره في بيت رسول الله وقد يغادر ميقاتي إلى مناسكه بضمير مرتاح لأن حكومته لن تسقط في الشارع مدعوما في قراره هذا من الفرنسي والأمريكي والبريطاني والأهم من الداخل اللبناني فالرجل لم يرتكب جرما يحاكم عليه وهو من أعطى وسام الحسن وساما سياسيا وحمى وجوده على رأس شعبة المعلومات ومنحه أبوة لامه عليها كثيرون ومن يطالب برحيل رئيس الحكومة اليوم بسبب اغتيال الحسن فإن آداءه لم يكن حسن وعلى اللبنانين أن يراجعوا تاريخ الاغتيالات التي وقعت في عهد حكومتي فؤاد السانيورة وسعد الحريري فهل كانا قادرين على منع القدر وهل توصلا في عهدهما إلى أي خيط للمسؤوليات كلام الحق اليوم هو أن قوى الرابع عشر من آذار بدأت معركتها الثانية باستثمار شهادة وسام الحسن بعد رفيق الحريري حرب تنصل المستقبل من صانعيها ونبذ مطلق شررتها مثل ما عاقب في العام الماضي صحفيا آخر أخرج المارد السني من القمقم لكن إذا كان تيار المستقبل ليس على مستوى المعركة فلماذا يجند لها جهاديون متهورون ترجمة نانسي قنقر